إمعاناً في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومدهمات بمناطق متفرقة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة واقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها عدوان وإرهاب صهيوني اتخذ أشكال مختلفة منها انتشار جنود للاحتلال على أسطح منازل المواطنين ولسيما في حارة جابر بالمنطقة الجنوبية بالخليل بعد ساعات من اعتداء المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال على المواطنين أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال التي اعتقلت طفلاً فلسطينياً في المنطقة كما دهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدتي دورا جنوبية الخليل ويعبد قضاء جنين واعتقلت شابين وسط أجواء من التوتر والغليان الشعبي على ممارسات الاحتلال الإرهابية العدوان الإسرائيلي والمستوطنون على قرية كوبر شمال غرب رام الله قابله الأهالي بالتصدي والمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين واعترفت مصادر الاحتلال بإصابة أربعة مستوطنين على الأقل جراء المواجهات التي قدم فيها أهالي قرية كوبر صورة ناصعة عن استمرار المقاومة والانتفاضة الشعبية والإسرار على دحر الاحتلال والدفاع عن الأرض والإنسان والمقدسات